السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأربعة 28 حزيران يونيو طبعا أول شيء كل عام وأنتم بكل خير وربنا يتقبل الطاعات ويجعلها أيام مباركة على الجميع وما يطلع شخص بدون ما يستفيد بهاي الفترة من رحمة الله عز وجل اليوم القمر موجود في برج الميزان في ساعات الصباح بده ينتقل لبرج العقرب وهذا يوم مميز ورائع جدا بسبب الزوايا اللي راح تتشكل واللي راح تكون لها آثار جيدة على الجميع إن شاء الله طبعا القمر موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر فيها موجود لنهاية اليوم طبعا بعدها بده ينتقل لمنزلة القلب ما هي يوم الخميس يعني راح نتكلم عنها القمر الآن موجود في برج الميزان لغاية ساعات الصباح زي ما حكينا وهاي تعتبر فترة أفضل عاطفيا لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميلة الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد تعتبر هاي الفترة يعني فترة مننجح فيها بأعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب واقتنع حاجية جميلة طبعا بالنسبة للزاوية الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التزديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهاي زاوية حكينا أن تأثيراتها من سنوات ذكرتها ولكن الآن بدي أفصل فيها أكثر هاي زاوية زاوية منفصلة بتصير متصلة بأوقات متباعدة مدتها سنوات في بعض الأشخاص من فترة بعثولي بقولولي طب هاي زاوية منشوفها على الخارطة الفلكية وإنت ما بتتكلم عنها الآن في زواية هاي زواية اسمها منفصلة يعني ما بتصل لمرحلة الذروة وبرضو تأثيراتها بتكون خفيفة يعني بتكون فارق بينه ثلاث درجات أربع درجات ولكن على الخارطة الفلكية بتبين أنها موجودة ولكن تأثيراتها بتكون ضعيفة هاي الزاوية بين نبتون وبين بلوتو إلها تقريبا ست سنوات موجودة ورح تستمر لغاية الالفين وخمسة وثلاثين وهي موجودة فعشان هيك ما بادكرها كل فترة إلا لما تصير قوتها ويصير في إلها تأثيرات ملموسة على جميع الأبراج عشان هيك إحنا ما بنركز على الزواية بس لأنها موجودة على الخارطة الفلكية لأن كثير من الزواية اللي بتكون موجودة على الخارطة وأساسا بيكون ما إلها تأثير فعشان هيك لا تأخذ بالتحليلات ما بتتاخذ في عملية الشرح هاي الزاوية من هاي الزواية الآن في إلها ذروة منفصلة اللي هي من يوم ثمانية وعشرين ستة ليوم اثنين عشرة طبعا ذروة هاي الزاوية المنفصلة ورح تظل منفصلة يوم واحد ثمانية لأنه رح يصل لعنا نبت لدرجة ثمانية وعشرين وبلوته رح يكون على درجة تسعة وعشرين ما أصله اثنتين على درجة وحدة لهم بقى تسعة وعشرين أو تسعة وعشرين أو ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين وعادة هاي الزاوية بتأثر أو بتسبب بعودة وضعية قديمة بترجع على الساحة من أول وجديد وبتدعم وضعنا أكثر في شتى المجالات على المستوى المادي على المستوى العاطفي على المستوى الاجتماعي شخص منكون متزعلين معاه برجع شخص بتكون في فراق بيننا برجع الساحة يعني أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل وهاي اليوم برضو بتبدأ تأثيراتها من يوم ثمانية وعشرين ستة ليوم اثنين سبعة طبعا ذروتها يوم ثلاثين ستة الساعة ستة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمه من ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا هذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية بالدل على تركيز الصحافة ووسائل الإعلام على المواضيع التاريخية والتراثية والنزع المحافظة للبلاد ومرضو بتركز على مردودية القطاع الفلاحي وتطوير الصناعات الثقيلة والتعدين والمناجم ومؤسسات الدولة والتجارة أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين أورانوس وهي الزاوية طبعا من 17 6 إلى يوم 5 7 ذروتها يوم 26 كانت بيكون أو بتكون عندنا نوع من نواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا تجعلنا غريبين الأطوار وعنيفين بتسبب لنا شقاقات عاطفية البعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين العطارد وهي طبعا تأثيراتها من يوم 24-6 تيلة يوم 8-7 طبعا ذروتها يوم 1-7 الساعة 5 وخمس دقائق صباحا أي زاوية بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبيزداد توجه لإجراء السفريات والاتصالات والتنقلات يعني نشاط عالي بتعطينا وبتجلب لنا نوع من أنواع الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية طبعا هذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات النجاحات الأدبية للأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الأدب والمشاريع الحالية ممكن نركز أكتر عن مشهوداتنا أو مجهوداتنا وعلى أهداف محددة على مستوى السفر والصداقة والأمور الزوجية شوي هاي لأنها اقتران بعد مرات بصير لها بعض المفاجآت السلبية يعني زي تأخير طيارة أو فقدان أوراق أو مشاحنات فضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي تأثيراتها مستمرة من يوم 24 ستة ليوم 8 سبعة طبعا ذروتها يوم 1 سبعة الساعة 10 و 25 دقيقة صباحا بتدفع بحضوضنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا تمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال برضو بتجلبنا بعض الحضوض والنجاح إمكانية أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم ممكن يعني يكون في بعض النجاحات على مستوى المهني أو المادي وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس هاي الزاوية من يوم 24 ستة إلى يوم 14 سبعة طبعا ذروتها يوم 2 سبعة ساعة 22.33 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج هاي زاوية بتخلقنا بعض التصرفات الاندفاعية والشقاقات ويتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي من يوم 21 ستة إلى يوم ستة سبعة طبعا ذروتها يوم الغد 29.6 الساعة وحدة و 42 دقيقة صباحا بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية تمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب وبرضو بتساعدنا على النجاح بالدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن نحقق النجاح في العمل وعلاقات جيدة مع الأباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 25.5 إلى يوم 14.7 طبعا هاي بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي ممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن وبتعطينا نوع من أنواع السعادة المادية هاي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا بالنسبة للزاوية اللي ذروتها اليوم أو قوتها اليوم أول زاوية هي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي تأثيراتها من الآن وحتى صباح يوم الأربعة بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماستنا أيضا وهذا الوقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوة مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين البلوت وهي بنا نحذر منها شوي لأنها تركيزاتها على أشياء معينة طبعا برضو هي تأثيراتها من الآن وحتى مساء يوم الأربعة بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا بشكل سلبي بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة ثمانية وثمانتاشر دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعة بتوقيت جرينيج ورح يستمر خلو المسار مدة مش طويلة يعني لغاية الساعة ثمانية وخمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بعدها القمر بانتقل وصير في برج العقرب هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني الساعة ثمانية وخمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج القمر خلاص بانتقل وباستقر في برج العقرب هذا بيعني أن هاي الفترة اللي هي ما بعد الساعة الساعة الصباح منصير أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط موسعنا شراء بوليس التأمين أو عقد تأمين أو مراجعة شركات التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم وغامرات واتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي ذا ربطها الساعة ثلاثة وثلاثين دقيقة عصرا من عصر اليوم الأربعة بتوقيت جرينيج بتبدأ تأثيراتها من الساعات الأولى من يوم الأربعة يعني من بعد منتصف الليل وحتى صباح يوم الخميس نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات وخصوصا للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس أكثر ونتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين الشمس هاي راح تكون ذروتها ساعة تسعة وثمانية واربعين دقيقة مساء من مساء اليوم الأربعاء ولكن تأثيراتها بتبدأ من صباح يوم الأربعاء وبتستمر حتى مساء يوم الخميس بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا بنطلق المتساندة والدعم من الأصدقاء بنتجه لتغليب العقل بنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس والنجاح بالعلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون ذروتها ساعة عشرة وست دقائق من مساء اليوم الأربعاء طبعا تأثيراتها بتبدأ من ساعات ظهر اليوم الأربعاء وحتى ظهر يوم الخميس نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل ومتعزز لدينا الحس بالمسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر تمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالدل يعني على حسن المزاج بشكل قوي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري هاي طبعا ذروتها صباح يوم الخميس الساعة 21 دقيقة صباح الخميس بتوقيت جرينيش ولكن تأثيراتها بتبدأ من ظهر يوم الأربعاء وبتستمر حتى مساء يوم الخميس يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقته وأهم شيء أنه ما تثقوا في وعود غير واضحة وما نقبل بأي اقتراح غير منطقي وبدكوا تكونوا متيقظين من نفقاتكم اتجنبوا الإفراط في الأكل لأنه ممكن يعرضكم لعسر الهضم أو التخمي أو مشاكل إلها علاقة بالأمعة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عن الكلة والحالم والمثانة البولية الأوردة والجلد كعضول اللمس البنكرياس والأنسولين وأسفل الظهر والزائد الدودية أما من ساعات الصباح وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد البروستاتا عظم العانى والجينات بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ولكن مش في فترة خلو المسار يعني أي وقت آخر يا قبل يا بعد مناسب برضو العمليات التجميل والحقن والجراحة أيضا ولكن زي ما حكينا مش في فترة خلو المسار نبدأ فيه لا يصلح لإزالة الشعر بالليزر أما بالطرق التقليدية ما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر رح يستقر في برج العقرب خلو المسار القادم بيبدأ اللي هو الساعة 22 دقيقة من عصر يوم الجمعة وبيستمر برضو نفس الشيء مدى مش طويل إلى غاية الساعة 2259 دقيقة عصرا لا يستقر القمر بعدها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمره 10 أيام في تمام الساعة 1141 دقيقة ظهرا بصير 11 يوم نسبة الإضاءة 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 23 ستة سعيد اليوم بنسبة 100% القمر في الميزان وبدينتقل للعقرب زي ما حكينا في ساعات الصباح يعني أغلب اليوم رح يكون في برج العقرب ورح يضل في العقرب ليوم 36 سعيد الآن بنسبة 60% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% عطارت في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 25% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الثاور حتى يوم 4 تسعة سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4 داعش منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 15% طبعا لا تنسوا اللي وصل لهون إذا مش مشترك بالقناة يشترك إذا ما كبست على الكبسات لايك وديسلايك والأشياء هاي فكبسوا على الكبسات اللي تحت واللي بدو يدعي له بدعوة يبدو يذكر الله بدو يصلي على رسول الله يكتبها بالتعليقات بارك الله فيكو وبرضو شكرا لحسن الاستماع أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم اتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر بنظل الأجواء جيدة على مستوى تدعيم الشراكات بين شركاء المال والعاطفة لغاية ساعات الصباح ولكن طاقتكم شوي بتكون ضعيفة لأن القمر ما زال موجود مقابلكم اما من ساعات الصباح فهنا الأجواء بتتغير تماما تنهمكو في عادة تنظيم أموركم المالية اهم اشي انه ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء اكثر ايجابية وبتتجاوب معكو بشكل قوي جدا وبتلاقي اعمالك صدى طيب اهم مش انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون اعدار وبتفتح حايا الفترة فرص لمكاسب مالية او حلول مالية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتكو تواصلوا اعمالك اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا انكم ما تبدأوا بعمل جديد بتظل الأجواء جيدة على مستوى تعزيز علاقاتكم مع زملائكم او انجاز بعض الاعمال المهمة او المكاسب اللي بتيجي على مستوى العمل اهم شي انه ما تهملوا صحتكم لان القمر الان بده يبدأ بمرحلة المقابلة فعشان هيك الطاقة بتكون ضعيفة من ساعات الصباح هنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم شوي ممكن هيك يكون في مشاحنة سوء تفاهم زعل عتب اشياء من هذا القفيل على الشريك شريك المال او العاطفة ولكن الاجواء ايجابية للمكاشفة والمصالحة بدون عصبية وحاولوا انكم تعالجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاضروا القطيعة والدعاوى القانونية لانه طاقتكم ما بتسمح لهاي الامور برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بوسعكم قضاء وقت ممتع مع احباكم وتعزيز العلاقة مع الاحبة والاجواء جيدة للترفيه او ممارسة هواية او التجميل او تغيير الجو او التقرب يعني كل الاجواء داعمة للكم لغاية ساعات الصباح اما من ساعات الصباح فهنا القمر رح ينتقل للبيت السادس رح يتركزوا على العمل على علاقاتكم مع زملائكم بالعمل على صحتكم بتبدأ الواجبات تتزامن بصير عندك نوع من انواع الضغط وممكن تضطر للعمل وقت اضافي وبدكوا تحاضروا من المشاكل او التقلبات الصحية ما في خوف ما في خطر ولكن الانتباه واجب لكن عندك كثير من المسئوليات اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بدكوا تتجنبوا ادخال اي تغيير على مسكنكم لانه ضغط ما في دعي للمصاريف المالية ولكن الاجواء جيدة على مستوى البيت كمناسبة او احتفال او لقاء او موضوع عائلي بظل في بعض الايجابيات الجيدة ممكن تنشغلوا بتصليحات وترميمات او حدث طارئ ولكن ما بيكون ذابال او ما بيكون خطر اما من ساعات الصباح هنا بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات اهمش انك تلطف الاجواء وتحاول انك تعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وبتحل مسائل عالقة او كانت مستحيلة وتعتبر فترة ايجابية يعني الى الايام القادمة ايضا برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا اللي عنده امتحان او عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد اليوم لانه ما بتكون تعتمده على الحضوض خصوصا في فترة خلو المسار لانه شوي ممكن تكون سبب ببعض التشتت او التسرع مع وجود الشمس ايضا في بيت المتاعب تضغط عليك بشكل كبير بتظل الاجواء جيدة بالتناقلات والاتصالات والحوارات وقدرة على الاقناع عالية جدا موجودة عندك تعزيز العلاقة مع احبه ويعني لغاية ساعات الصباح الاجواء جيدة من ساعات الصباح وما بعد هون التركيز بصير حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اهم شيء انكم تتجنبوا توبيخ الاحبة او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة شخصية او عائلية واجهوا الامر الواقع بمنطق وحاولوا ايجاد تسويات تحمي حقوقكم وما تفرضوا رأيكم يعني فترة ايجابية على مستوى البيت والعائلة وتعزيز العلاقة مع الاحبة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتكون تحذروا من اي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة وتعتبر فترة ممتازة لتعزيز العلاقة المالية او دعم او حوار نقاش مشتريات مكاسب بظل في فرص مالية جيدة خلال هذا اليوم لغاية ساعات الصباح اما من ساعات الصباح وما بعد هنا النشاط عالي جدا بصير بالتنقلات والاتصالات والحوارات وممكن يكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجار وبتكثر النشاطات حسب حق الاختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك اهمش انك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتظل في قدكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط مع هيك حاولوا انكم ما تبادروا لاي عمل جديد او تتخذوا قرارات حاسمة واصلوا اعمالكم الاعتيادية الاجواء جيدة وداعمة على المستوى النفسي في راحة في اطمئنان في انجازات رائعة على المستوى العاطفي ايضا وفي بعض الفرص او الاخبار السارة اما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم وبرضو في فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل اضافي او هبات او دعم او مساعدات ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب او حبيب ما تبالغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ورح تهتموا لامور مالية او امور استشفائية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا التعب بظل شوي مسيطر عليكم لانه القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك يحاولوا انكم ما تتخذوا قرارات حاسمة وحاولوا انكم تضبطوا اعصابكم اثناء التعامل مع الغير ما تتوتروا ما تقلقوا ما تخلوا النفسية تسيطر عليكم بشكل كبير من ساعات الصباح طبعا بيطرق تغيير للافضل على صحتكم بتستعيد حماستك بتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك الاجواب بتصير ايجابية ودعمة بقوة والنفسية بتتحسن وحتى على المستوى العاطفي بتصير ممتازة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا بين الاصدقاء بغاية ساعات الصباح ولكن الطاقة بلشت تنزل لان القمر بيقترب من بيت المتاعب صحيح انه في فرص للقاء او تواصل او حوار او نقاش او لقاء او ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة او مناسبة وبتسعدوا من لقاء الاصدقاء خلال هذا اليوم الا انه ممكن سوء توافاهم او يعني بمعنى اخر ما تعتمد كثير على وعد يقطع لكم بهاي الساعات اما من ساعات الصباح فالقمر بيصير موجود في العقرب بيت متاعبكم بتكون تنتبهوا اكثر لصحتكم ولا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد تعتبر هاي فترة فارغة من الحض حللوا الامور بهدوء وابتعدوا عن الاضواء وما تقرروا عشي عشان ما تخيب امالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بدكوا تواصلوا اعمالكم الاعتيادية ما تبادروا بعمل جديد خليوا علاقاتكم جيدة مع رؤساكم بالعمل حافظوا على سمعتكم اللي بتظل الاجواء جيدة لللي بيبحثوا عن العمل او بدهم يعززوا علاقاتهم او حتى ممكن تحصل على مكاسب ما كنت تتوقعها مستوى عملك وعلاقاتك الاجتماعية ايضا اما من ساعات الصباح فهنا بتلتقوا الاصدقاء والحوارات الاجتماعية او المواضيع الاجتماعية بتصير في اوجها اهمش انك تبادروا لملاقات الاخرين في منتصف الطريق في اطمئن بالكم لانه رح تجدوا حليف يدعم تصوراتكم وما تستسلموا بل كرروا المحاولات الاجواء جيدة على المستوى الاجتماعي فمنكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة او مناسبة او يسعدوا من لقاء الاصدقاء برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اللي بيتقدم لا امتحان او مقابلة بده يركز بشكل جيد الاجواء جيدة لمستوى السفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات وتعزيز العلاقات مع الاحبة واللي عنده امتحان برضو الاجواء جيدة ولكن بدها تركيز لانه ما بدنا في فترة خلوة المسار والتقلبات هاي اللي بتصير انها تخدعك فعشان هيك ركز اما من ساعات الصباح فهونا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة اهم اشي انك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول انك تقوم بواجباتك على احسن ما يمكن وقدم افضل المستطاع الفترة فيها يعني شوية قلق اذا شوهت سمعتك بتصرفاتك فعشان هيك احذر من تصرفاتك ولسانك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتكو تتجنبوا اي شراكة مالية وتتفحصوا حساباتكم المشتركة خففوا من النفقات قدر المستطاع الاجواء تقريبا بلشت تتحسن بلش فيه فرص مالية بلش فيه يعني حل مسألة مالية او خبر بتعلق بوضع مالي يعني او شك على الحل بامكانك تتحرك باتجاه الاموال المشتركة كدعم او طلب قرض او اشياء من هذا القبيل من ساعات الصباح حوان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لا اجراء مقابلة او اجتياز امتحان اهم اشي بعضكم ممكن يبدأ عمل او دراسة جديدة او سفر مثلا وبتناقشوا بقوة وذكاء وبتتجرؤوا على رفض اي شيء ما بناسبكم خلال هذا اليوم اهم اي شيء انك ما تخشى شيء بل تق بنفسك اكثر هاي فترة مناسبة لاخد تجربة جديدة وايضا ممتازة على كل المستويات من ساعات الصباح فحاول تستغل هذا اليوم بكل طاقتك طبعا ما تنسوا اللي ما حط لايك يحط لايك ما حدس لايك يحدس لايك اللي ما سبي سب اللي بده يشكرني يشكرني اللي بده يدعي يدعي اللي بده يصلي على الرسول يصلي اي اشي اعملوا لكم اي شغلة في هالكبسات اللي موجودة تحت يعني اسفل الفيديو وفي نفس اللحظة يعني في كبستين انت بعت الدعم والتبرع عادي ما بدي عادي بلاش يعني ما تتعبوش حالك الله يرض عليكم واصلي واصلي بس كبسوا على الكبسات ويخلف عليكم هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء